اشتركوا في القناة الموجود والعصبية الحدية التوترات اللي كانت موجودة علينا حسن الكل انه فيه اشياء مش طبيعية الزعل والعتب والغضب والردات الفعل السلبية والانتقادات الكل مش متحمل الكل داخل بمواجهات مع نفسه ومع غيره تقلبات كانت بسبب الزوايا وانتحاس الكواكب اللي كانت الفترة الماضية اثرت على الجميع الاغلب بدنا نحكي دخلوا بمشاكل عاطفية ومشاكل مع ابنائهم مشاكل على مستوى البيت مشاكل مع الازواج شجارات اشياء لها علاقة بالمحاكم حالات التسمم ارتفعت الغذائية تقريبا بسبب يعني الزوايا هاي برضو الها تأثيرات اشياء لها علاقة بامور نحكي سياسية حدية تلميحات تصريحات عرض اصابع كلها هاي لها سبب الزوايا اللي كانت موجودة طبعا ما رح نرجع نعيد ونفصل ونقول شو اللي صاروا ليش صاروا هاد خلينا ندخل على توقعاتنا اليومية بالطريقة المعتادة يعني اليوم احنا انا اليوم بنهي اجازتي انا بدي انهيها بمعنى اخر لانه لاحظت انه كثير اجتني رسائل بالفترة الماضية انه بدهم طريقة شرح البيوت زي ما هم تعودين الابراج بتفشش الغل مش المعلومات مش واضحة بالشكل الكافي اللي هم بيرغبوه اتعودوا على نمط معين بدهم يظلوا على نفس النمط فيه اشخاص قالوا لا احنا مبسوطين وفيش احلى من هيك ابراج وهيك مختصرة وإحنا بنسمع الابراج وإحنا مبسوطين على الحكي ولكن ان انا بأخذ على رأيه الاغلبية ما بأخذ انا ماشي ثلاثة اربعة خمسة عشرة ولكن الاغلب اللي اكثر من عشرة يعني نقول اطنعاش خلينا بدناش نقول اكثر من مية ميتين قالوا لا ارجع لتوقعات البيوت فعشانيك اليوم رح نرجع لتوقعات البيوت زي ما احنا اعتدنا بتمنى انه يكون كل شيء احنا ذكرناه بالفترة الماضية انه ما مر عليكم يعني مضت الايام على خير اذا كان في خلافات انتهت واليوم طبعا رح يكون فيه اشياء ايجابية ودعمه الكو بشكل اوضح واكبر خلينا نروح نبدأ في توقعاتنا اليوم ليوم الثلاثاء اربعة ثمانية طبعا القمر ما زال موجود في الدلو في منزلة سعد الاخبية وهي حكينا للحماية والضرر والضفر والعقد ورح تستمر القمر في هاي المنزلة حتى ساعات الظهر رح ينتقل بعديها لمنزلة المقدم وهي اللي بتشبك ما بين الدلو وما بين الحوت ولكن تأثيرات انتقالها للحوت رح يصير يعني في اخر الساعات هي للخير والثبات والسلامة والمحبة يعني منزلة جيدة ممتازة القمر مكتمل يعني بلشين حصر شوي عن الاكتمال تأثير القمر لما بكون في الدلو منشعر الان بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هذه الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا منرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفزيون وتجربة طعام جديد اما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم عندنا اول زاوية اللي هي ما بعد الحلقة او في اثناء بث الحلقة هاي زاوية التقابل السلبية بين القمر والشمس وهي الساعة ثلاثة وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي بلشتها الساعة وطارد يشكل هاي الزوايا زوايا تقابل واليوم رح تكون زاوية التقابل هاي سلبية بين عطارد وزحل رح تكون في تمام الساعة ثمانية وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتسبب التعب والقلق والحذر والميل الكآبي والحد من الخيال وبتجعلنا شاردين الذهن ومعنا تركيز متقلبين بشخصيتنا وبيعرض البعض لنوع من انواع الارهاق او نوع من انواع الضرر بالصحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس ايجابية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة ستة وخمسة واربعين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي رح تتشكل اليوم وهي من الزوايا اللي رح تستمر تقريب يعني منحكي خمس ايام لا سبع ايام الها تأثير سبع ايام والان بدنا ندخل على سبع ايام اخرى وطبعا هاي رح تبلش الزاوية مع المشتري ولكن بالايام القادمة رح تصير مع الزحل ورح تصير مع بلوت وكمان اي زاوية تربيع سلبية بين المريخ والمشتري رح تكون في تمام الساعة وحدة وصدقائق ظهرا بحقق البعض تقدم على حساب الآخرين وبيدفعك للعنف وبيجعلنا عدوانيين ومزاجنا سيء وبسبب لنا نوع من انواع الخلافات في حياتنا الحميمة اي على المستوى الدولي بتتعرض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطرابات بسبب سوء التدبير او بسبب تخصيص الدولة الميزانية اكبر للشؤون العسكرية وهي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا ما بتتعرض دائما لعراقيل وما بتم التوصل لأي اتفاق فيها في هاي الفترة بيعلو شائن احد الدعاء او رجال الدين او المعارضين وبيلقى تأييد شعبي كبير اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد هاي زاوية زاوية التثليف ايجابية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة تسعة واربع واربعين دقيقة مساء بتتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع على العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ خلو المسار اللي احنا انه كم يوم نذكره انه رح يستمر لغاية اليوم التالي خلو المسار هذا رح يكون ساعة تسعة واربع واربعين دقيقة مساء ورح يستمر حتى يوم خمسة ثمانية يعني اليوم التالي في تمام الساعة لغاية الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة صباحا وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المكتمل خمسة عشر يوم في تمام الساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة بصير مساء يعني بصير تقريبا ستعشر يوم نسبة الاضاءة ثمانية وتسعين في المية يعني بلش يطلع من هيئته يعني في اثناء بث الحلقة لانه من بثها ساعات المغرب بعد غروب الشمس لو نظرت للقمر بتشوفه مكتمل عند الفجر لو نظرت اله بتلاقي انه بلش ينقص شوي يعني في خلال الليل بكون من مكتمل لثمانية وتسعين سبعة وتسعين في المية مش الكل رح يميزها الا اللي دقيقين جدا في الملاحظة اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية هي منتحسة حتى ساعات الظهر تقريبا وبتصير سعيدة القمر في الدرو حتى يوم خمسة ثمانية المزاج منتحس حتى ساعات الصباح بعدين بصير سعيد العطارد في السرطان حتى يوم خمسة ثمانية المزاج مازال منتحس زهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة ثمانية المزاج منتحس المريخ في الحمل حتى يوم تسعة تسعة اليوم بصير المزاج ممتزج يعني بتقلب طول اليوم بين سعادة ونحوسة سعادة ونحوسة بسبب طبعا زوايا المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اثناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين تسعة المزاج ممتزج أورانوس في الثور حتى يوم 15-8 المزاج ممتزج نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 المزاج سعيد إبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 المزاج منتحس طبعا فيه أشخاص بيسألوا بيقولك أنه ليش يعني شو السبب اللي صار فيه أنه فجأة تغيرت الأمور ما هي الزوايا البطيئة هاي الغير منتصلة يعني ما زالت موجودة وانت حكيت أنه الشمس بدي تظلها عامل زاوية التربيع مع أورانوس يعني بدي تستمر سبع أيام فإحنا لسه ما كملنا يومين ثلاثة وهيبلش تحكي أنه الشمس بدي تصير سعيدة طبعا بدي تصير سعيدة السبب أنه أول إشي عندها أنه نفس الشمس رح تشكل زاوية تثليث قوية جدا ما بينها وبين المريخ وما بينها وبين القمر الأسود اللي موجودين بالحمل وفي نفس اللحظة هاي زاوية بلشت تنفصل فعشان هيك بما أنه بلشت تنفصل معناته حدية التربيع بتبلش تخف وبالنسبة لنبتون نبتون أنهى عملية التربيع اللي كانت ما بينه وبين الزهرة فعشان هيك الآن بلش يعتمد وصحيح بتراجع هو ولكن بيعمل زاوية تسديث أصبح مع المشتري مع زحل مع بلوتو والقمر صحيح أنه هو موجود بالدلو هو بيت ضعيف بالنسبة له يعني ما فيها القوة اللي موجودة فيه ولكن أنه هو بالمقابل أنه قاعد بيعمل زاوية تسديث زاوية تسديث هاي بيعملها مع المريخ ومع القمر الأسود وبرضو بيعملها مع الدنب اللي هو ذنب التنين أو ديل التنين هدولة جماعة اللي بيفهموا بلكيتو وراهو ممكن يشرحوا لكم إياها ويضحكوا عليكم شوي مدناش نحرق لهم حلقاتهم على الموضوع هذا ولكن أنه هذا الشارك والغارب وإلها علاقة بمواقع الكسوف والخسوف والأشياء هاي فهو تأثيرات وهو كمحور فعشان هيك بيعمل تسديث معاها فعشان هيك بيعطيها شوية بشحنه بشوية طاقة والقمر نفسه بيعمل زاوية تسديث مع الزهرة وبرضو مع رأس التنين فعشان هيك بتزيد من القوة تاعته العطارد اللي بيعمل التقابل التقابل مش نحس مطلق هو نحس ضعيف فعشان هيك خصوصا بين عطارد وهي الكواكب وهذا كوكب منافق عطارد فعشان هيك لما بيعمل الزواية هاي التقابل دائما على حسب نحوسة الكواكب أو إيجابية الكواكب في مكانها إذا كانت منتحسة بصير منتحس بنافقها إذا كانت سعيدة بصير سعيد ولكن هي بمكانها متقلبة أو ممتزجة وهو بصير في نفس الطريقة يعني في نفس الطريقة بعطيه نفس الإحساس وهو الإحساس المتقلب ولكن منقول عنه منتحس يعني هيك تقريبا هي شرحنا عن أسباب التغييرات اللي صارت خلال اليوم خلينا نروح على التوقعات اليومية برج الحمل طبعا عادة لما بنتقل الوضع من كواكب منتحسة إلى سعيدة وبصير هاي بهاي بصير رحضات ممتزجة بتتقلب فيها الأحداث فشوي بحسوا الناس بنوع من أنواع الخربطة يعني فجأة بتلاقي الأمور ماشية فجأة بتصير معطلة فخلينا نبدأ أول إشي مع أمور الشمس عشان نشوف الوضع كيف بده يكون أول إشي بالنسبة للشمس بما أنها في البيت الخامس واليوم رح تصير مزاجها سعيد حتى لو من ساعات الظهر ولكن هي الأغلب إنها هي بتبلش تمشي للسعودة بشكل متصاعد فعشان هيك بالنسبة للحمل عاطفيا اليوم بكونوا عندهم قدرة عالية جدا قدرة على التواصل التواصل مع أحبائهم عاطفيتهم جياشة عندهم رغبة بالتواصل العاطفي أو مع الأحبة أو الأمور العاطفية أو أشياء من هذا القبيل يعني بتدعمهم بشكل إيجابي وخصوصا اللي بيحبوا أو اللي اليوم بفكروا بالخروجة والنزهة أو النزوة أو تجربة الحظ في بعض المواطن ولو إني بقولهم ما تجربوش حظك لأنه المريخ شوي وضعوا حساس أما بالنسبة للزهرة طبعا الزهرة بتدعمك على مستوى البيت الثالث وتعطيك اليوم طاقات رغم أنه هي منتحسة إلا أنه في نوع من أنواع الإيجابية في بعض المواطن يعني بس أهم إشي أنك تبعد عن العصبية وردات الفعل السلبية وتحذر أثناء تنقلاتك وحواراتك وتبتعد عن الخصوم والانتقاد والمشاكل خلال هذا اليوم في نوع من أنواع التعامل الجيد رح يكون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة لعطارد عطارد اللي موجود في البيت الرابع وبجاهز حاله للانتقال للبيت الخامس طبعا برضو نفس الإشي احنا حكينا أنه هو في حالة زوايا تقابل فعشان هيك هو بيخلي الخصومي والجدال على مستوى البيت أو بيركز على الأحداث المنزلية أو أفراد العائلة أو الأبناء أو أمور إلها علاقة بخلافات أو تصليحات ترميمات وتترك طابع نوع من أنواع التسرع أو من ردات الفعل السلبية أنك أنت بتتزمت في رأيك فالطرف الآخر ممكن أنه يزعل منك برضو بتعمل نوع من أنواع الأشياء اللي إلها علاقة بيعني أعطال وإصابات منزلية أما بالنسبة للمريخ فطبعا مزاجه ممتزج اليوم روما أنه بديشكل زاوية سلبية إلا أنه شوي بيخلي العصبية إنها ظلها ظاهرة على الساحة عشان يكحذرنا من عطارد من العصبية والتقلب بالمزاج والحدية وبرضو من أمور إلها علاقة بالبيت وهذا بضغطك على المستوى الشخصي والنفسي فعشان يكب تسبب لك نوع من أنواع التقلبات أما بالنسبة للجدي طبعا الجدي بتقدر تحكي أنت مجمل الكواكب اللي موجودة فيه ممتزجي فعشان يكب تقلب الأمر على مستوى بيت السمعة وبيت العلاقات على مستوى العمل ممكن تنشطه في بعض الأعمال خلال اليوم أو الاتصالات مع الأصدقاء أو زيارات أو تبادل للدعوات أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو زيارة صديق أو إعادة صديق عيادته مثلا بكون مريض أو لإطمئنان على حاله حاولوا أنه اليوم أنك تركزه بشكل جيد وخصوصا على أمور إلها علاقة بالدعوات أو بأمور إلها علاقة بالعمل أو تعاون ما بينكو بين زملائك ورؤسائكو بالعمل وطبعا القمر بمكانه أساسا بدعمكو اجتماعيا فبتنشطو اجتماعيا وبتلتقو الأصدقاء ومنكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلي أو مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهمش إنك ما تبقى وحيد أخرج للقاء الناس ما تتقوقع على نفسك أما بالنسبة لنبتن نبتن بما إنه هو في بيتك 12 بيت المتاعب وشوي رح يكون يعني تقريبا إيجابي اليوم فهو بدعمك ولكن بيخلي فيه نوع من أنواع الارتخاء أو الإحباط أو الشعور بالتعب أو بتحب إنك اليوم تأخذ نوع من الإيجازي أو الراحة يبدك تركز بشكل جيد وخصوصا إنه القمر كمان يوم يعني رح ينتقل وصير في الحوت يعني بيت متاعبك فحاول تنجز اليوم الأعمال اللي مطلوبة منك وما تخليها تتراكم عليك بشكل كبير أما بالنسبة لأورانوس أورانوس في بيت المال فعشان هيك يعني بيخليك تلجأ لعملية الصرف أو المصاريف الزيادة أو بيكون عندك بذخ الزيادة عن اللزوم أو بيكون عندك انتقادات لبعض تصرفات الأشخاص بإما بالطمع أو الجشع ودير بالك على أموالك من الصرقة أو الضياع ومن النصابين أو المستغلين بالفترة هاي برج الثور طبعا بالنسبة للقمر معروف أنه هو رح يتواجد في بيتك العاشر بيت مش حليف لإلك ولكن بالمقابل أنه بظل أفضل بتواجده من يعني من بيوت الأخرى فشوي بعطيك نوع من أنواع التركيز على العمل بشكل أكبر أما بالنسبة للشمس فبتخليك تركز على أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة وأمور إلها علاقة بالتواصل العائلي أو الاتفاق العائلي أو اهتمام ببعض المسائل العائلية أو بأفراد العائلة أو أمور بيتية زي تصليحات وترميمات أو شراء أثاث يعني الأجواء تقريبا من ساعات الظهر بتصير إيجابية وممكن تتراجع عن قرار أو يصير مصالحة اليوم أما بالنسبة للزهرة طبعا الزهرة موجودة في البيت الثاني لإلك اللي شوي ضغطتك ماليا أو خلت قلق مالي عندك في منك رح يحصل بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم أو الاهتمامات المالية ولكن بتكون ديروا بالك من المصاريف الزائدة أو الدفعات أو الالتزامات وممكن من إرهاقات الفترة الماضية أما بالنسبة لعطارد عطارد بركز طبعا على البيت الثالث وبما أنه هو منتحس فرح يعطيك كثير من الانشغالات والتحركات ولكن بضغطك من ناحية ردات الفعل السلبية والعصبية والتوتر وبشحنك بطاقة سلبية فعشان هيك بدك تنتبه أثناء القيادي وتركز حتى بالدراسة بالقراءة بالامتحانات بالمقابلات بالحوارات وحاول تبتعد عن الانتقاد قدر الإمكان يعني ما تنتقد الأشخاص لأنه ممكن انتقاداتك تتفسر بشكل مش مبرر أو ممكن شوي تكون لاذع بكلامك أما بالنسبة للمريخ اللي في بيتك 12 فطبعا بما أنه اليوم ممتزج فشوي بخليك تحافظ على صحتك ولكن برضو بالمقابل بيجيب بعض التوترات أو بعض الإرباكات اللي إلها علاقة إما بتراكمات العمل أو العمل بيكون كثير خلال اليوم أو ممكن تنزعج بمسألة إلها علاقة بالصحة أو إلها علاقة بالعمل أهميش أنك تبعد عن الوساوس ما تغامر وما تجازف وما تدخل أماكن مجهولة أما بالنسبة للبيت التاسع طبعا عن الجدي بنحكي فعندك أنت ثلاث كواكب والثلاث كواكب مجملها مع بعض مزاجها وممتزج ما بين منتحس ومنتزج ونوع من أنواع الإيجابية شوي بسبب زوية التزديس إلا أنه برضو بتظلها ضاغط على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو أوراق أو مراسلات أو تأخر بريد أو أي شيء العلاقة بالدراسة بالامتحانات بالطلاب العودة لأرضك الأم أو للبلدك أو تعاملك مع الأجانب أو الغرباء شوي بيخلي الأمور متقلبة في هاي المسائل فعشانك منقول لك دير بالك ما تعتمد على الحضوظ نهائيا في هاي المسائل حاول تعتمد على جهدك الشخصي وعلى إنجازاتك الشخصية يعني ما تقول والله الحظ رح يساعدني الحظ ما رح يساعدك في هاي الأمور وديروا بالكم من القضايا القضائية لأن الفترة هاي بتكون مش لصالحكم أما بالنسبة لنبتن نبتن ببيتك 11 يعني بيدعمك بشكل قوي جدا خلال اليوم ممكن تركز على بعض المسائل بشكل ممتاز جدا ممكن تحل بعض الأمور بشكل دقيق وممكن برضو يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى أمور إلى علاقة بعلاقاتك معارفك دعوة لحضور حفلة مناسبة لقاءات يعني الأجواء تقريبا بيصير فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتدعمك بشكل قوي جدا اللي من خلالها يا بتلتقي بأصدقاء إليك فترة ما توصلت معهم يا إما بتتواصل مع أصدقاء بشكل مفاجئ وبشكل طارئ فعشان هيك الأجواء رح تكون لصالحك بشكل قوي جدا اليوم أما بالنسبة لبيتك الأول فطبعا بيتك الأول بيركز على بيت الشخصية وأورانوس موجود وبلش أورانوس شوي ينعكس الجو تاعه بشكل يعني منقدر نحكي إنه مش يعني ممتزج فعشان هيك شوي بيحدث بعض الفروقات بيخلي شخصيتك مشعونة بطاقة أكثر عندك اهتمامات كبيرة برضو بتركز على الناحية العملية فعشان هيك برضو مع وجود القمر بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل أهمش إنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم بتحمل هاي الفترة مفاجأة ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية الفترة هاي فيها يعني شوية صعوبة ولكن مش بالشكل الكبير يعني برج الجوزاء طبعا أول ما بنحكي بنحكي عن الشمس وبما أنه الشمس موجود في بيتك الثالث اليوم يعني رح تدفعك في أمور إلها علاقة بالنشاط والقمر موجود برضو في بيتك التاسع فعشان إيك بتتركز أموركم اليوم بالنشاط والحركة والتنقلات والاتصالات بتنشطوا في أمور العلاقة بالتنقل ما بين البدن أو المدن المفتوحة ما بين مدن مفتوحة أو بلاد مفتوحة تنقل ما بين حدود وما حدود أو الاهتمام بمواضيع العلاقة بالأجانب أو السفر أو بالحوارات بالبيع والشراء يعني الاتصالات بشكل عام بتكون قوي جدا وخصوصا الاتصالات البعيدة ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وهذا جميل عزز العلاقات الإجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعدة أما بالنسبة للزهرة طبعا بما أنها في البيت الأول عندك فهي شوي رح تدعمك نفسيا صحيح الفترة الماضية كان فيها نوع من أنواع الإحباطات أو التقلبات النفسية أو بعض المشاكل اليوم رح تحس أنه فيه فارق رح تحس أنك أنت مشحون بطاقة أكبر فيه نوع من أنواع الإيجابية وثقتك في نفسك اليوم بتختلف أما بالنسبة لعطارد العطارد شوي بيعمل نوع من أنواع التقلبات على المستوى المالي والمصاريف والدفعات والالتزامات صحيح ممكن يجيب لك فلوس ولكن عندك حب للبذخ أو الصرف بدون حساب فعشانك بتصرف وما بتنتبه على حالك رح تنتبه بعد أيام أنك أنت ورطت حالك بكثير من الالتزامات والدفعات وأنت مش مركز عشانك بنقول لك قلل من مصاريفك الغير لازمة والغير مطلوبة أما بالنسبة للمريخ طبعا المريخ في بيتك 11 يا بيت الأصدقاء بيخليك يعني شوي يعني تتعامل مع أصدقائك إما بطريقة صارمة أو في نوع من أنواع الحدية أو توجه الانتقادات أو المغامرات والجراءة في بعض الأمور ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن في أثناء المناسبة هاي يعني شوي إما يتوجه لك انتقاد أو توجه انتقاد أو تنزعج من بعض التصرفات أما بالنسبة للجدي طبعا في البيت الثامن البيت الثامن لا إلك بالنسبة للكواكب اللي موجودة هي بمزاج ممتزج شوي بتساعد على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالأموال أو الصفقات المالية أو المضاربات المالية طبعا الزاوية اللي حكينا عنها في المقدمة بين المريخ وبين المشتري شوي بتقول لك إنه ما تركز لأنه هاي فترة تقلبات سريعة على مستوى العملي والاستثمارات فممكن شوي تسبب لك بعض الإرباكات أو التصرفات الخاطئة بدك تركز بشكل كبير ممكن يكون لك نشاطات اليوم على مستوى بنك أو ضريبة أو تأمين أو أمور إلها علاقة بشراء شيء إلو علاقة ب أو مش شراء بمعنى استرداد أموال إلك تكون إلها علاقة بقرض مثلا إلها علاقة بدين إلها علاقة بميراث أو تفكر في هاي الأمور أو تيجيك دعم للخلاص من دين معين أما بالنسبة لنبتون طبعا اللي في البيت العاشر اللي اليوم مزاجه بصير سعيد فعشان هيك رح يدعمك على مستوى العمل رح يفتح لك مجالات إلها علاقة بالعمل الجديد أو تهتم بتطوير عملك وممكن تهتم لبعض المسائل اللي إلها علاقة بزملائك أو رؤسائك بالعمل أو إشي هيك نوع من أنواع الواسطة تدعمك في هذا المكان أما بالنسبة لأورانوس اللي في بيتك 12 طبعا ما زال بيحدث بعض هيك التقلبات السريعة فعشان هيك بدك تنتبه للتقلبات النفسية والعصبية والحدية وبعض الأمور اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ على مستوى العمل أو على مستوى الصحة فبدك تكون حذر وتكون جاهز وممكن يكون فيه شيء بتعلق بصحة أحد الأحبة برج السرطان طبعا اليوم أكثر شيء رح يتركز عليه اللي هي أمور الأموال المشتركة بما أن القمر انتقل من البيت السابع للبيت الثامن واستقرب في بيتك الثامن بيت الأموال المشتركة بيت القروض بيت الديون بيت يعني الأشياء المالية اللي ما بتعود لك فعشانك اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع للتقريب بوجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي خلال هذا اليوم وطبعا بما أن الشمس كمان موجود في البيت الثاني فبتدعمك على مستوى الوضع المالي فاليوم ممكن تحصل بعض الأموال اللي إلك أو تهتم ببعض الأمور المالية أو تحصل بعض المكاسب أو الهبات أو المساعدات أو الهدايا فعشان هيك اليوم جيد على المستوى المالي وعندك قدرة على التركيز بشكل جيد على حل بعض المسائل المالية أما بالنسبة للزهرة فالزهرة موجودة في بيتك 12 بتجهز حالها للانتقال لبيتك الأول فهي بوضع سيء فعشان هيك بتخليك قلق من بعض المسائل أو متوسوس متونون بشكاك في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل أو بالصحة فعشان هيك بدك تنتبه من هاي المسائل بشكل جيد ما تترك الوسواس الصيدر عليك ومرضو ما تحاول إنك يعني تغامر أو تجازف خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيتك الأول عطارة طبعا الموجود فيه فعشان هيك هو بحدث الأشياء المفاجئة والتقلبات السريعة على المزاج عدم الثقة بالنفس شعورك بالاكتئاب أو الملل من وقت لآخر بتحب إنك تنزوي على نفسك أكثر بتفكر في بعض الأمور بشكل قوي يعني في عندك اليوم تقلبات بدك تكون حذر منها أما بالنسبة للمريخ فالمريخ موجود في البيت العاشر عندك هذا بيت السمعة طي صحيح إنه اليوم مزاج ممتزج بساعدك في بعض المسائل العملية بساعدك في أمور الهلاقة بالعمل أو تواصل مع أشخاص اللي هم علاقة بالعمل حل بعض المراسلات أو الاتصالات أو التعامل مع أشخاص يا ما بعملوا معك يا زملائك يا رؤساك بالعمل يا بتنهي خلاف إلو علاقة في هذا العمل ولكن الأهم إنه ما تدخل بمواجهات ولا حدية بالطباع وما في داعي للعصبية وللاتهامات ولمخالفة القوانين والأمور المشبوهة أما بالنسبة للبيت السابع طبعا بيت الشراك المالي والعاطفي اليوم بشكل ممتزج معظم الكواكب اللي موجودة فيه فأي شوي بتخليك تتراجع عن قرار أو تعمل نوع من أنواع الانسجام ما بينك وبين الشريك أو بينك وبين الزوج لكن أهم مش إنك ما تتعنت وما تتزمت برأيك عشان ما يكبر الخلاف وما تصير حدية زيادة في الطباع اللي تسبب بعض المشاكل اللي ما الها داعي أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا نبتون موجود فيه وهو بوضع إيجابي اليوم فبيدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي بتتعلق بأشخاص أجانب أو شركات أو مؤسسات إلها علاقة بالاسترهاد والتصدير أو الأوراق القانونية أو المعاملات وبرضو من ناحية الدراسة بتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة لأورانوس أورانوس اللي في بيتك 11 بعزز من صداقاتك ومن المكاسب من العلاقات من الترفيه من الخروج من أشياء جيدة وبتدعمك بشكل قوي فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء بعض الأصدقاء أو أشياء إيجابية تساعدك يعني في نوع من أنواع تدعيم علاقتك برج الأسد طبعا القمر معروف أنه مقابل مباشرة وهو ببيت الشراكي ما كانه إيجابي في بعض النقاط ولكنه ضغط في بعض النقاط فعشان يكب ترغبوا في تدعيم شراكاتكم بوسعكم يعني اليوم هذا مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف آخر أهمش أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة ما تتسرع في اتخاذ القرارات اليوم برضو ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالقانون أو إلها علاقة بأوراق قانونية أو إشي إلها علاقة بالأجهزة الأمنية أما بالنسبة للبيت الأول فطبعا الشمس الآن بلشت بمرحلة السعودي من ساعات الصباح بتحس الأجواء تغيرتك ثقتك بنفسك بتختلف بصير في عندك إصرار أو قدرة على إنجاز بعض الأعمال رغبة في إنك تتحرك صحيح إنه القمر بضعف من الطاقة هاي ولكن اليوم طاقة الشمس رح تكون أكبر بالنسبة لإلك أما بالنسبة للزهرة طبعا الزهرة شوي بتضغطك على مستوى بيت الأصدقاء ممكن يعني تحس ببعض الورود أو الفتور أثناء تعاملك مع بعض الأصدقاء وممكن خلاف أو نقاش أو تزعل أو ردة فعل وفي منك رح يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء وينشط ما بين الأصدقاء ولكن الأغلب الأجواء بتكون متقلبة أما بالنسبة لعطارد عطارد في بيت المتاعب بجاهز حاله للانتقال لعندك فعشانك بجيب لك أشياء مفاجئة على مستوى الصحة وبجيب لك أشياء مفاجئة على مستوى العمل بتراكم العمل أو بتمل أو بتتذايغ من بعض الأشياء ممكن أنه تظهر بعض العقبات أو الأحلام الغير مرغوب فيها في الفترة أما بالنسبة للمريخ طبعا في بيتك التاسع وهو بيدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو التعامل مع أجانب ممكن تتراجع عن بعض القرارات وممكن اليوم تهتم بموضوع إلو علاقة بمراسلة أو اهتمام بمسألة إلها علاقة بالعلم أو بالتدريس أو بأوراق الامتحانات أو أشياء إلها علاقة بأوراق قانونية أو أمور أمنية أما بالنسبة لبيتك السادس واللي هو إلو علاقة بالجدي وهذا بيت يعني إلو علاقة بالصحة إلو علاقة بالتغذية إلو علاقة بالعمل فعشان هيك بتظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بهاي المسائل خلال هذا اليوم أو اهتمام في بعض المسائل ممكن تنشغل في بعض الأمور المالية اللي إلها علاقة بالعمل أو بعض الاستردادات أو يعني شوية بتلاقي فيه أشياء إيجابية ممكن أنها تدعمك نفسيا بمجال العمل أو على مجال الصحة أنك تحس في تغييرات إيجابية صحيح أنه تواجد القمر مقابلك بضعف من طاقتك فممكن تشعر ببعض التواعقات ولكن بالإجزاوي الجيد اليوم اللي ممكن أنها تساعد في عملية الشفاء أو أنك تطلع من الأجواء هاي ومن سلبيتها أما بالنسبة لنبتن نبتن في البيت الثامن فطبعا رح يدعمك على مستوى الأموال المشتركة بشكل قوي جدا فممكن تحصل على دعم على هبة على مساعدة على أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة تحصيل وضع مالي ترتيب وضع مالي أمور إلها علاقة بالقروض والديون وسداد الديون والأشياء هاي ممكن تترتب معك وتطلع من الأزمات بشكل عقلاني وبرضو بشكل منطقي أما بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا أورانوس أورانوس اليوم ممتزج فعشان هيك اليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء بعض الأصدقاء ممكن تنشط بالزيارات أو المجاملات أو الأمور اللي إلها علاقة بمناسبة معينة أو الاستفادة من صداقة معينة أو طلب المساعدة إما هم يطلبوها منك أو أنت تطلبها منهم برج العذراء طبعا الأهم أنه القمر الآن موجود في البيت السادس إليك يعني هو بدأت المرحلة تضغط عليك بالفترة هاي وبما أنه دخل على البيت السادس يعني منحكي عن بيت الصحة ومنحكي عن بيت العمل منحكي عن بيت شوية إلها علاقة بالأعضاء الداخلية والتلبكات المعاوية أو الأمور اللي بتيجي من الطعام فاليوم بيبدأ العمل بتراكم عندكم تدريجيا إنهزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الأمور اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن وبما أنه كمان الشمس موجود في بيت المتاعب صحيح إنها سعيدة ولكن برضو وجودها لحاله هو بضعفك فبيجيب بعض الأعطال وعود ما بتتنفذ وأمانيك ما بتصير مثل ما بدك وبرضو بتجيب تقلبات على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فما بدك تكون حذر معناته اليوم على عملك وعلى صحتك بأكثر تركيز أما بالنسبة للزهرة بتدعمك على مستوى علاقاتك مستوى الأصدقاء فيه ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء أو ممكن يصير في بعض الخلف أو سوء التفاهم ما بينك وبين زميلك أو رئيسك بالعمل برضو رجعنا للعمل أكثر فاليوم برضو بتساعدك في بعض المسائل يعني الزهرة أو عطارد في لقاء الأصدقاء أو أنك تستخدم بعض الأصدقاء نوع من أنواع الدرع لا إلك أنهم يساعدوك أو يخلصوك من مأزق معين أو تتواصل معاهم أو تهرب من الواقع لا إلهم أما بالنسبة للمريخ طبعا في البيت الثامن الوضع تاعه ممتزج فعشان هيك بدعمك شوي على بعض المسائل أو بيخلي اهتماماتك بالأموال المشتركة عالية فعشان هيك ممكن تهتم بأمور الحلاقة ببنك ضريبة تأمين قروض أو سداد أو أوراق قانونية أو معاملات خلال هذا اليوم الأجواء تقريبا دعميتك في بعض المسائل حاول تستغلها بشكل إيجابي واللي تكون لصالحك أهم مش أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للجدي طبعا الوضع العاطفي اليوم ممكن تتراجع عن قرار سابق ممكن تحل مشكلة سابقة ممكن شوي يعني يكون هيك تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ما بينك وبين الأحبة ما بينك وبين الأبناء ممكن اليوم تحل مشكلة قديمة سوء تعامل سوء تصرف أهم شيء أنك تبعد عن الشكوك ما في داعي تفتح أوراق قديمة وتكبر مسألة الخلافية ما بينك وبينهم الأيام الجاية إن شاء الله بتكون أحسن وبتعالج كثير من هاي المسائل صحيح أنه في بعض الإحفاثات في بعض التقلبات في بعض التأخير على حل بعض المسائل ولكن إن شاء الله إنه بالفترة القادمة بتكون الأجواء أحسن وبتساعدك بشكل أفضل أما بالنسبة لنبتن طبعا نبتن في البيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية وهو طبعا يعني صار سعيد فعشان يك بيخفف من الضغوط والشكوك اليوم عندك أو بيخليك تركز بشكل أكبر أو بتجيك المعلومة بشكل مفاجئ وصادم لا إلك اللي بتتعلق بالشريك شريك المال أو الزوج أو الزوجة فعشان يك بيكون مهيئة لكل الأمور وما في داعي لتكبير المسائل يعني حاول أنك تحلها بشكل عقلاني أو تتجاوز المشاكل والمشاحنات بشكل عقلاني أما بالنسبة لأورانوس اللي في البيت التاسع اللي بيفتح بعض المجالات اللي إلها علاقة بالاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يجيب لك خبر غريب عجيب إلو علاقة إما بمسألة قانونية أو إلو علاقة بشخص أجنبي أو شخص خارج البلاد ممكن تهتم بأمور تعليمية أو دراسية أو جداول تعليمية أو إشي إلو علاقة بأمور المراسلات أهم إش أنه تديروا بالكو بس من بعض المفاجآت اللي إلها علاقة بالقانون وإلها علاقة بالمراكز الأمنية برج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة حول تكرار المحاولة وكمان وجود الشمس اليوم في بيتك 11 بدعمك بشكل قوي وبساعدك على تجاوز كثير من الأشياء اللي كانت صعبة بالفترة الماضية فاليوم ممكن تنشط ما بين الأصدقاء أو اللقاءات أو مساعدة صديق أو حل مشكلة كانت ما بينك وبين صديق ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي يعني الأجواء تقريبا إيجابية وبتساعدك في كثير من المسائل أما بالنسبة للزهرة طبعا الزهرة موجودة في البيت التاسع هاي بتخليك تنشط على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات الخارجية أو التواصل الخارجي صحيح أنه ما عندك هالحميمية أثناء تواصلك مع أشخاص بخارج البلاد ولكن بتأدي الواجب المطلوب منك أو الأمور المطلوبة منك بشكل واجب أهم إشي أنك يعني تمسك حالك أثناء الحوارات والنقاشات إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة حاول أنك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض لأن الأجواء ضاغطة فيها نوع من أنواع السلبية اللي ممكن أنها تجيب لك خبر يزعلك أو يخليك تغضب أو تتقلب بمزاجك في بعض الأوقات أما بالنسبة للعطارد اللي موجود في البيت العاشر وبرضو منتحس هذا بيت السمعة فبيخلي نوع من أنواع الاستفزاز على مستوى السمعة ناس بتستفزك بتشكيك فيك بممكن بتنم عليك بتستغيب فيك ممكن تجيب لك بعض المشاكل عن مستوى العمل أو تأخيرات أو قلق من وضع عملي معين أو الإنزعاج من تصرف زميل أو رئيسك بالعمل في مسألة معينة أما بالنسبة للمريخ طبعا في البيت السابع المياه بيدعمك شيئا ما اليوم المزاج ممتزج بيخلي فيه نوع من أنواع التقلب بالمزاج أثناء التعامل مع الشريك إلا أجواء إجمالا فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن إذا تركت الموضوع للنقاشات والحوارات والاستفزازات فأعلم أنه اليوم ممكن تكبر المشكلة وتصير مشكلة كبيرة ما بينك وبين الشريك وخصوصا ما بينك وبين الزوج أو الزوجة والشيء بالشيء يذكر أنه كمان تنساش أنه الجدي هو بيتك الرابع بيت البيت وكمان عندك الكواكب هاي كلها بتتراجع صحيح المزاج ممتزج فلسه ما زال وضع البيت وقلق البيت والقلق على أحد أفراد العائلة أو لأنك مهموم بمسألة بتتعلق بأفراد العائلة أو نقاش معين أو حدية بالطباع أو مشكلة بتحاول أنك تحلها اليوم ممكن تظهر بعض المسائل الإيجابية أو تجد حلول لبعض الأمور ولكن ما زالت الأجواء المتقلبة على مستوى بيت وعقار وعائلة أما بالنسبة لنبتون في البيت السادس فطبعا اليوم وضعه إيجابي بيدعمك على مستوى الصحة وبيدعمك على أمور إلها علاقة بالاتصالات لأمور عمل مقابلة تقديم طلبات مثلا حوار مع زملائك رؤسائك بالعمل وممكن اليوم رغبتك تكون شريحة نوعية طعام مميز الأهم أنك تنتبه لصحتك بشكل كبير وبرضو ما تجازف وما تغامر على مستوى العمل أما بالنسبة لأورانوس أورانوس في مكان حساس اللي هو البيت الثامن لا إلك اللي هو بيعمل تقلبات على مستوى الأموال المشتركة اللي بتجيب لك مصاريف بشكل مفاجئ بتجيب لك أعباء مالية تأخيرات مالية اضطرابات مالية بتتأخر أمور مشاكل على مستوى بنك مستوى ضريبة مستوى تأمين بوالس شحن أشياء لها علاقة بهاي الأمور برضو بتسبب لك نوع من أنواع الإرباكات اللي ممكن تكون مقلقة فعشان هي مسألة وقت وبتنحل الأمور صحيح أنه هي بتدفعك للصرف والدفعات بشكل أكبر برج العقرب طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم الشنك ما تفقد الاتزان وثق بالأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع المصاريف الإضافية برضو بما أن الشمس بلشت تروح بالاتجاه الإيجابي فرح تدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك ممكن يساعدوك في مسألة معينة ممكن تواصل مع بعض المعارف وممكن اهتمام بمسألة إلها علاقة بالعمل أو عمل جديد أو مقابلة أو أنه اليوم تمشي أمور للعمل كانت معطلة عندك الفترة الماضية فاليهتمامات بصير إيجابية وبرضو بتدعمك بشكل قوي جداً على مستوى علاقاتك أما بالنسبة للزورة فما زالت ضاغطة وهي اللي بتخلق المصاريف والدفعات والقلق المالي وأمور إلها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين والمؤسسات القانونية والمؤسسات الأمنية فممكن تنشط ببعض الوثائق أو تجديد بعض الوثائق أو معاملات تتحاول أنك تخلصها وتنهيها فهذا اليوم أهم شيء أنك تبعد عن المصاريف الزائدة أما بالنسبة لعطارد عطارد بضغطك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تقلق بشأن أحد الأفراد اللي هم مقيمين خارج البلد أو أحد الأجانب أو ممكن خلاف ما بينكم ممكن يتعطل مسألة العلاقة بالاستراد والتصدير أو تتأخر مسائل العلاقة بهذا المجال اللي عندهم مثلا مشاكل على مستوى الدراسة أو مستوى الامتحانات بدون يكونوا حذرين ما يدموا امتحاناتهم أو دراستهم بدون دراسة واستعداد وخصوصا في المناقشات والمقابلات أما بالنسبة للمريخ طبعا مزاجه صار ممتزج فممكن تنجز بعض الأعمال خلال هذا اليوم أو يصير لك بعض الاهتمامات بالشؤون الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة أهم من شأنك تركز بشكل جيد وما أتراقب طعامك بشكل جيد تخذ أدويتك بوقتها وما في داعي للمخاوف ممكن تتعرض لبعض التوعكات بشكل مفاجئ ولكن ما بتكون خطيرة أما بالنسبة للجدي طبعا الجدي بيتك الثالث والكواكب تقريبا بوضع ممتزج فبتساعدك اليوم بالتنقلات والاتصالات والحوارات والزيارات وإلى نوعية تعامل خاص رح تكون ما بينك وبين أخ أو جار يعني يا إيجابية يا سلبية أما بالنسبة للبيت الخامس طبعا نبتون نبتون بعزز بعض الأمور لأنه اليوم إيجابي فبعزز بعض الأمور العاطفية عندك بيخلي العاطفي عندك جياشي شوي نوع من أنواع التواصل الإيجابي أو المحبوب أو المرغوب ما بينك وبين الحبايب أو اهتمامك بأحد الأبناء أو بالحبيب أو بمسألة عاطفية أو مسألة إلا علاقة بهواية معينة أو انطلاقة معينة بس أهمش أنك ما تجرب حفظك اليوم لأنه ما تعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع على مستوى بيت الشراكي برضو أورانوس اليوم تحول لمزاج ممتزج فهذا بدعم شوي من علاقتك بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك ولكن بيخلي فيه ردات فعل سلبية مفاجئة أو أخبار مفاجئة ممكن شوي تخليك تحتد أو تعصب أو تصير مشكلة ما لها أي داعي بشكل مفاجئ ما بينك وبين الزوج أو الزوجة أضبط أعصابك وما تكبر الأمور وما تتوهم أمور وما تصاعد الأمور عشان الأمور تمشي بشكل إيجابي برج القوس طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون عندكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وممكن تنشط بأمور العلاقة بالاتصالات والحوارات والمقابلات اللي ممكن تكون لصالحك في كثير من المواطن وخصوصا أنه كمان الشمس وجودها في البيت التاسع وإنها بتتحول للمزاج السعيد رح تدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات البعيدة وأمور تعاملك مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو شيء له علاقة بالاستراد والتصدير أو الأمور الأوراق القانونية أو المعاملات أو الشؤون التعليمية والجامعات أو الإنهماك بالمسائل اللي بتتعلق في هاي الأمور أما بالنسبة للزهرة طبعا ما زالت في البيت السابع وهي بتضغطك على مستوى بيت الشراكة بتعمل شوية فتور أو برود في نوع من أنواع العاطفة وبتعمل لك ردات فعل سلبية أثناء تعاملك ما بينك وبين الزوج أو الزوجي فها ممكن تكون متحجج ببعض المسائل أو ممكن مزاجك ما بيتحمل أي نقاش أو أي حوار بيجي ما بينك وبين الزوج أو الشريك بالفترة هاي ممكن تظهر بعض المسائل القانونية أو الأمور القانونية اللي شوي يكون فيها يعني بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أما بالنسبة للعطارد اللي برضو مزاجه منتحس وفي البيت الثامن اللي بيسبب لك بعض المشاكل على مستوى أوراق قانونية أو معاملات أو إرث أو حوار على مستوى أوراق بنكية مالية مثلا أو أشياء العلاقة بالمساعدات أو الدعم بالفترة هاي أو قلق مالي ممكن تسبب لك بعض الاضطرابات أو عدم التركيز بهاي الأمور أو تكون متسرع في بعض القرارات أما بالنسبة للبيت الخامس فما زال المريخ موجود ولكنه منتزج اليوم فعشان يك بيقلب بالمزاج ما بينك وبين الحبيب فممكن يخلي عندك شغف للتواصل معاه وبرضو نوع من أنواع العنادي والعصبية أثناء التعامل معاه أو عدم الرغبة أو الالتزاما بقرار صارم أنت اتخذته فيسبب لك من نوع من أنواع الحدية في الطباع وخصوصا أثناء التعامل مع الأحبة أو الأبناء أو الوالدين أو بأمور حتى لما تيجي بدك تكتب أو بدك تكتب إذا أنت بشاطر بالكتابة وخصوصا العبارات أو النثر أو الشعر بتميل للكآبة أو للعنف في بعض المنازل أما بالنسبة للجدي طبعا الجدي يعتبر البيت الثاني لا إلك والأجواء بلشت تروح باتجاه الجو الممتزج فعشانك شوي يعني ممكن تصل لبعض الحلول المالية أو بعض المساعدات أو الدعم المالي ولكن بالمقابل بيخليك شوي تركز على المصاريف أو الدفعات أو القروض أو الديون أو عمل مثلا تحصل منه أموال صحيح الأجواء ما بتشجع لمشاريع جديدة ولكن أنه شوي الوضع المالي مقلق بالفترة هاي أما بالنسبة لبيت البيت النبتون بلش يتحسن فهذا بيحسن الأجواء على مستوى العائلة تقاربك مع العائلة لقاءات عائلية اهتمام بالعقارات بالبيت بحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور البيتية أو مع أفراد العائلة ممكن تنشط ببعض التصليحات أو الترميمات أو تظهر بعض الأعطال اللي تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أو مشتريات طارية أما بالنسبة للبيت السادس طبعا أورنس ما زال يعني هو منتزج المزاج وبيحدث بعض المشاكل اللي إلها علاقة بالوضع على مستوى العمل فعشانك بيوتر الأجواء بيضغطك بيجيب لك مفاجآت ممكن يتراكم عندك عمل أو تقلق من عمل ما وبرضو بتخلي شوية تقلبات على المستوى الصحي فممكن تظهر بعض المسائل الصحية المشمر بك ولكن أنت ممكن تهول الأمور أو تتطور الأمور بسبب إهمالك برج الجدي طبعا ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكو تحذره من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم إش أنك ما تتسرع بتوظيف أموالك حاول أنك تدقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إش أنك تتفائل على المستوى برضو البيت الثامن اللي له علاقة برضو بالأمور المالية اللي الأجواء بلشت فيه إيجابية فممكن تحصل معلومات تكون لصالحك أو تنجز بعض الأمور القانونية أو المعاملات اللي تكون لصالحك أو تصل لمرحلة تسوي أو حل لدين معين أو لقرض معين أو تتجاوز مسائل إلها علاقة بالوضع المالي وتكون لصالحك يعني الأجواء رح تدعمك بشكل إيجابي اليوم عن مستوى الأموال المشتركة وأمور إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو تخوض نقاش في مسألة إلها علاقة بإرث معين أهم إش أنك تدير بالك على أموالك من السرقة أو الضياع ومن المحتالين والنصابين أما بالنسبة للزهرة طبعا بتضغطك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فبتجيب تقلبات صحية وبرضو بتضغطك على مستوى العمل بشكل كبير ممكن تعمل بعض الخلافات أو المشاكل أو حدية بالطباع على مستوى العمل فعشان يكي بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما في داعي لأنك تغامر وتجازف في الفترة هاي إنجز الأعمال فقط المطلوب منك بدون مغامرات ومجازفات أما بالنسبة لعطارد عطارد طبعا في البيت السابع وبرضو سلبي ما زالت الأمور اللي إلها علاقة بالشريك أو بالزوج أو بال يعني أشياء إلها علاقة بالأوراق القانونية شوي ممكن تكون فيها بعض الصعوبة أو التقلبات السريعة أو تتقلب الأمور بشكل سريع ممكن خلاف أو نقاش أو حوار معين ممكن تتطور مسألة يعني إلها علاقة بحوار ما إلو داعي فتكبر الفجوي ما بينك وبين الشريك بالفترة هاي اضبط عصابك الأجواء صحيح إنها يعني ضاغطة ولكن إنه برضو بتطلب منك الحكم أكثر والصبر وعدم التسرع أما بالنسبة لوضع البيت الإجمالا تقريبا المريخ لأنه صار ممتزج اليوم بهدي من الضغوط بخليك تتأقلم مع وضع البيت ممكن تجد بعض الحلول لبعض المشاكل العائلية ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو تطويرها تتجوز بعض المشاكل اللي ضغطت عليك بالفترة الماضية أو صوت تفاهم ممكن تجد بعض الحلول أو تتأقلم مع الوضع بشكل طبيعي وتمشي الأمور بشكل جيد في من كرة يهتم ببعض المشتريات أو الترتيبات أو التصليحات المنزلية أو بشأن صحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للجديد بيتك الأول يعني بيت شخصيتك فالأمور تقريبا ممتزج اليوم ما بين إيجابي وسلبي بتتقلب الأجواء عندك فترات بتكون سعيدة فترات بتكون ضاغطة حد الطباع لين الطباع يعني على حسب الضغوطات بتمشي الأمور معك وعلى حسب طبيعتك وعلى حسب نشيتك الإجتماعية بتكون هاي الأمور أما بالنسبة لنبتن نبتن بيشجعك على مستوى الاتصالات والحوارات وحل بعض المسائل بتنشط باتصالاتك مقابلاتك ممكن اليوم تخرج على أكثر من مكان ممكن تنطلق فقط لتغيير الجو أهم إشي أنك تنتبه ما في داعي للتهور ولا للسرعة وما في داعي لأنك تغامر أو تجازف إذا كان عندك مقابلة اليوم رح تبدع فيها بشكل جيد إذا عندك امتحان حاول أنك تدرس وتستعد وما تعتمد على الحضوض ممكن يكون لك تعامل جيد مع أخ أو جار أما بالنسبة لأورانوس أورانوس يعني إذا أصبح مزاجه ممتزج فعشانك بتقلب برضو عن المستوى العاطفي أو عن مستوى علاقتك مع الحبيب بنقصك نوع من أنواع الحرارة العاطفية شوي في صار جمود أو برود عاطفي عندك بسبب ضغطات معينة أو بسبب قرارات أو اتخذت قرارات أنت مش قادر تتراجع عنها أو بسوء تصرف الحبيب ممكن خلاف مع أحد الأبناء أو مع أحد الوالدين أو مسألة إلها علاقة بالجانب الفكري أكثر فهي ضغطتك بشكل كبير برج الدلو طبعا بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود ولكن عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر الوضع النفسي شوي متقلب برضو تنساش أنه الشمس موجود مقابلك تعطيك إيجابية بتدعم من علاقتك ما بينك وبين الشريك في بعض المسائل ممكن تتراجع عن قرار سابق ممكن يعني يزيد الحوار ما بينك أو التجانس أو التقارب ما بينكم ولكن شوي بدك تهتم لوضعك الصحي من التقلبات ممكن تظهر بعض الأمور القانونية أو المعاملات أو الاهتمامات في بعض المعاملات اللي لها علاقة بالأمن أو لها علاقة بالمحاكم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء طبعا الزهرة ما زل بتعمل نوع من أنواع الضغوط شوي انتحاد الطباع مزاجك شوي فيه متعكر بتحاول تفرض السلطة أو في عندك فتور أو برود أثناء التعامل مع الحبيب يعني بتنقص الحرارة لأمورك العاطفية ممكن تفكر في الملاذات أو النزوات بشكل مبالغ فيه بالفترة هاي بدك تحكم حالك حاول أنك ما تفقد السيطرة على نفسك وما تنجر لأمور ممكن أنها تشوه سمعتك ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل القاسي أو الصلب بالرأي وخصوصا مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة لعطارد عطارد في البيت السادس لا إلك بيعمل تقلبات على مستوى العمل ممكن تخطأ في مسألة معينة فحاول أنك ما تندفع كثير أي معاملة إلها علاقة بالعمل لك تدرسها بشكل جيد لتراجعها بشكل جيد ما في داعي للمجازفات أو المغامرات المالية بالفترة هاي يعني تطلب منك برضو تهتم بصحتك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثالث المريخ بصار ممتزج فبساعدك بيعطيك طاقة كبيرة للتحرك والاندفاع والانطلاق والاتصالات ولكن شوي بيخلي عصبية أو حدية الطباع عندك أو التقلب بالمزاج في بعض المواطن يخليك تحتد وتعصب وتكبر الأمور إيش عن حالك بطاقة إيجابية وما في داعي للتهور ولا للاندفاع ولا لإصدار القرارات اللي ممكن تكون لاذعة أو ما تكون لمصلحتك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الكواكب اللي موجودة كلها في الجدي هذا بيت متاعبك شوي بتسبب لك بعض الأعطال على مستوى العمل وبرضو بتربكك على مستوى الصحة في بعض المنازل عشان إذا شعرت في تقلبات صحية أو في أعراض معينة حاول أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة لبيتك الثاني بيت المال فالنبتون اليوم رح يدعمك رح يعطيك طاقة كبيرة أنك أنت تجد حلول ممكن منك يحصل بعض المكاسب أو بعض الأموال خلال فترة هاي أهم إشي أنك تركزوا على المصاريف ما في داعي للمصاريف الغير مرغوب فيها وحاولوا تحافظوا على أموالكو من السرقة أو الضياع أو من النصابين والمحتالين أما بالنسبة لوضع البيت طبعا أورانوس الآن تحول للمزاج الممتزج فممكن تتراجع عن قرار سابق أو حدية بالطباع أو يعني اصدرت شيء له علاقة بالبيت فممكن اليوم شوي تتراجع عن هذا القرار ممكن تهتم بشؤون منزلية أو عائلية أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن اليوم تحل مسألة كان صعب أنها تنحل بالفترة الماضية ممكن تنجز أعمال منزلية زي مشتريات وترتيبات أو قرارات أو تعامل شوي في تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة مرج الحوت طبعا لآخر يوم بيظل التعب مسيطر عليكم حاولوا أنه تنظموا أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو من التباس حاذر من بدء أو البدء بأي جديد ما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك بمنعك هذا القلق من إنجاز بعض الأعمال ومن النشاط أهمش أنك تنظم أمورك وضاعف مجهوداتك في بعض الأوقات وما تستسلم للضغوط وما تنسى أنه كمان الشمس اللي في بيتك السادس الآن بلشت إيجابية فممكن تساعدك في إيجاد بعض الحلول اللي بتتعلق بالعمل أو بالصحة ممكن تهتم بصحتك بشكل كبير وممكن تهتم بشؤون إلها علاقة بإنجاز بعض الأعمال أو عمل جديد أو فرصة جديدة اتدعم من وضعك ولكن الأفضل هي عند وصول القمر لإلك بكرة يعني بكون عندك فعشانيك الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بشكل أقوى أما بالنسبة لوضع البيت طبعا الزهرة مازالت موجودة وهي شوي بتضغطك بتسبب لك بعض الخلافات المنزلية والعائلية أو التوترات ممكن المشاحنات السابقة أو قلق على أحد أفراد العائلة أو قلق منزلي ممكن على عقارة على بيت على أعمال تتراكم عندك أو شوي الضغوط إلها علاقة بالعائلة أو ممكن مسألة صحية أما بالنسبة لعطارد اللي في البيت الخامس اللي بيعمل التقلبات بالمزاج عندك على المستوى العاطفي وبيخلي برود عاطفي عندك أثناء تعاملك مع الحبيب شوي أفكارك مشوشة عصبيتك حادة بتعمل تقلبات وبرضو حدية بالطباع فما تصدر قرارات ولا تتخذ إجراءات إلها علاقة بالحبيب أو بأحد الأبناء أو أحد الوالدين وبرضو إذا أنت من الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمجالات الفنية رسم ديكور تزيين أشياء زي هيك بدك تركز بشكل جيد لأنه نفسيتك بنقصها الحرارة أما بالنسبة لبيتك الثاني على الوضع المالي إجمالا اليوم تفتح بعض الفرص المالية المريخ رح يدعمك في بعض المسائل فممكن يجيب لك بعض الهدايا أو دعم أو تحصيل مكاسب مالية ولكن بالمقابل بيضغطك على المصاريف انتبه الفرص جيدة ماليا ولكن بدها حركة ونوع طريقة كيف تستغلها أما بالنسبة للجدي طبعا بيتك 11 اللي بيعمل نوع من أنواع النشاطات الإجتماعية فممكن يوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تواصل مع أحد الأصدقاء وممكن تستغل صديق أنه يساعدك في مسألة معينة أو تحتاج لشخص يساعدك في مسألة معينة بتقارب بينك وبين أصدقائك اليوم وبتحمل لك نوع من أنواع التلاقي صحيح ممكن تنزعج من تصرف معين ولكن إجمالا أنت بتسيطر على الأمور أما بالنسبة للنبتن اللي في بيتك الشخصي برضو اليوم رح يعطي طاقة إيجابية رح يساعدك يعطيك حماسة أكثر رغبة بالانطلاق أكثر بيخليك في نوع من أنواع الاهتمام أو الرغبة من الجنس الآخر لإلك يعني بيخليك محبوب أكثر وعندك قدرة على أنك تتجاوز الضغوطات بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث يعني أورانوس اليوم ممكن نجيب لك مشوار طارق تنقل طارق اتصال طارق مراسلات امتحانات وممكن يفتح نوعية تعامل معين ما بينك وبين أخ أو جار بشكل مفاجئ اليوم لحل إشي كان صعب أنه ينحل بالفترة الماضية ممكن اليوم أنك تنشط بأكثر من أمر مع بعض أهم شيء إذا كان عندك مقابلة أو امتحان ما تعتمد كثير على الحضوض يعني بسبب عطارد اللي بتراجع بمنع الحظ عنك وبرضو نبت بتراجع حاول أنك تدرس وتستعد وتركز بشكل جيد وتعرف إيش بدك بالضبط عشان تقدر تحصل عليه حاول أنك تسيطر على إنفعالاتك قدر الإمكان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء